اللهم اسكرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ذكر أحد رجال الدين قصة شاهدها حدثت أمامه ففي إحدى القرى وبجوار المسجد كان هناك سكة حديد وبعد صلاة الأشياء بدقائق صاح الشباب أن أحدا ما قد دهسه القطار اجتمع كل من كان قريبا من الحادث التف حول الفتاة هو كان في التاسع عشر من عمره شق جسده نصفين ولا يزال حيا سبحان الله يرون قلبه ينبض ويرون رئته تتنفس لا يزال الشاب حيا فأقترب أحدهم وحمل رأسه بين يديه وهمس في إذنه قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله اهتز جسده أكثر كان الفتاة يقشار وينفذ ثم قالها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله سكن الجسد وفاضت الروح إلى بارئها فصاحوا أحضروا الغطاء نحمل عليه ما تبقى من الجسد ونحضر أجزاءه كان الليل دامس والظلام فحملوه إلى مقا مجاور وبحثوا في ملابسه عما يدل عن أهله أو يرشد إلى مسكنه مسك أحدهم يده اليمنى ثم صاح يا إله إنه نصراني على يده الصليب ثم حملوه جميعا في حيره أن نتركه وهو مات على التوحيد أن نتركه لأهله ويدفن في مقابر النصارى حملوه جميعا وهم في صمت وبكى وذهبوا به استقبلهم والده في أول طريق القرية إذ أن الفتى كان من القرية المجاورة للقرية التي مات فيها مات قرب المسجد كلهم مسلمون ولما رأاه والده طأطأ رأسه وقال ستعجبون مما سأقول إني أحدثكم في خجل لقد كان ابني عشق سماع القرآن نعم إنه يصراني وحبث مع قرآن المسلمين كنت أدخل عليه غرفته فأجده يضع سماعات الهاتف في أذنه وحين أسأله ماذا تسمع يقول لي أغاني عندما أخذ السماعة وأضعها في إذني أكتشف أنه يسمع القرآن كنت أنهاه وأزجره وعاتفه وقلت له إن لم تنتهي سأقتل قال لي لن تستطيع قتلي نظروا جميعا إلى بعضهم وقالوا له ابنك مات على التوحيد نطق الشهادتين ثم مات نطق الشهادتين وهو بنصف جسده قال الأب المقلوم وأنا أشهد كما شهد ابني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لقد كانت ليلة عرس لم تكن جنازة الكل يهلل والكل يكبر الله أكبر الله أكبر عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبعث كل عبد على ما مات عليه وقد ذكر أنه يموت كل إنسان على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه فنسأل الله المنان بفضله أن يتوفان مسلمين لا مبدلين ولا مغيرين مصمم المنتاج مجل محمد وأتمنى أن يكون المقطع قنال على أعجابكم ولا تنسوا نشر المقطع لكي يعم الأجر الفائدة للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن أعجبك الفيديو لا تنسى الآجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد وانشر المقطع ليعم الأجر والفائدة للجميع ولا تنسونا من آرائكم وتعليقاتكم ونحن نحترم آرائكم وتعليقاتكم ونأخذها بحامل الجد وشكرا وجزاكم الله خيرا